اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب السمو أن نرفع لسموكم الكريم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال وطنين العزيز بالذكرى الخمسين اليبيل الدهبي الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين ماربا لسموكم عن بالر اعتزازنا وتقديرنا لدعمكم الكبير الذي تقدمونه لقوة دفاع البحرين لقد كان لدعم سموكم الكريم وحكومتكم الموقرة بالغ الاثر فيما وصلت اليه قوة دفاع البحرين ورجالها المخلصين من مستوى تنظيمي وتسريحي وتدريبي مشرف ساهم بشكل فعال في اداء واجبها الوطني المقدس تجاه هذا الوطن العزيز على اكمل وجه نوا بكل اخلاص وتفاني دعينا الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة المجيدة على سموكم حفظكم الله ورعاكم وانتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وان يديمكم ذخرا وعزا وسندا وان ينعم على وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله المزيد من الرفعة والعزة والرخاء ودمتم يا صاحب السمو سالمين موفقين المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن احمد الخليفة قد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر برقية شكر جوابية الى صاحب المعالي المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة المقر القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية معاليكم الكريمة المهنية لنا بالذكرى الخمسين اليبيل الذهبي لتأسيس قوة دفاع البحرين كما ويسعدنا أن نقتنم هذه المناسبة الوطنية العزيزة لنعرب لمعاليكم عن شكرنا وتقديرنا لمشاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيرا مؤكدين مواصلة دعمنا القائم والمعهود لقوة دفاع البحرين متمنين لمعاليكم ولجميع منتسبي قوة الدفاع دوام التوفيق والسداد في أداء واجبكم الوطني النبيل والإسهام في مواصلة تعزيز وتطوير هذا الصرح العتيد في الرجال والعتاد لتبقى دوما الحصن الأبين للذود عن وطننا العزيزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر قرار رقم واحد لسنة 2018 بتعيين مدراء في وزارة الصحة جاء فيه أنه يعين في وزارة الصحة كل من أنيسة سعد الحويحي مديرا لإدارة الاتصال سيمة محمد زينل مديرا لإدارة الخدمات المساندة خالد علي الجلاهمة مديرا لإدارة المعلومات والتخطيط الدكتورة وفاة إبراهيم الشربتي مديرا لإدارة تعزيز الصحة والدكتورة نجاة محمد أبو الفتح مديرا لإدارة الصحة العامة ترجمة نانسي قنقر